بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم عن المرأة التي بشرها جبريل عليه السلام من ربها ببيت في الجنة من قصب لا صحب فيه ولا نصب نها السيدة خديجة رضوان الله عليها أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي واسة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها ورزقه الله منها الولد وهي التي كانت بمثابة جبهة دفاع داخلية وهي التي آزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الشدة ووقت المحن ومكثت معه حوالي ربع قرن من الزمان وهي أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة الفقه والعلم صاحبة نظرة ثاقبة لا تخطئ رضي الله عنها وأرضاها كان عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل عليه السلام في يوم من الأيام فقال يا محمد إن خديجة تأتي ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا أتت فبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وقرئها من ربها السلام ومني فأتت خديجة رضوان الله عليها فبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقالت وقالت الله هو السلام أو ومنه السلام وعلى جبريل السلام وذلك لوافر فقهها وعلمها أن الله سبحانه وتعالى لا يلقى عليه السلام كيف يلقى عليه السلام وهو السلام والسلام اسم من أسمائه ومعنى كلمة السلام تعني أنه أن الشيء الذي يلقى عليه السلام يكون معرضا لأن يصاب بشيء من الأشياء كانت فقهة جدا لم تكن كالصحابة الذين قالوا السلام على الله فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فالسيدة خديجة رضي الله عنها هي أول من آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما نزل من غار حراء في أول مرة حيث نزل عليه الوحي قالت والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق وقال بشرها ببيت في الجنة من قصب أي من لؤلؤ أي من لؤلؤ المجوف لا صخب فيه ولا نصب والصخب هو رفع الأصوات والنصب هو التعب ولماذا قال من قصب ولم يقل من لؤلؤ لأنها كان لها قصب السبق في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اسم البيت موافقا لما كانت عليه رضي الله عنها وأرضاها وهي أفضل نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق وقيل عائشة وجمع العلماء بين بين هذين الرأيين بأن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كان لها في أول الإسلام عظيم فضل من مواساة ومؤازرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الأفضل في أول الرسالة وكان لعائشة رضي الله عنها الحفظة والإتقان وتبليغ العلم في آخر الرسالة فهذه لها مزية وهذه لها مزية وارضي الله عن أمهاتنا أجمعين صلى الله وسلم وبارك على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين وعنا معهم يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته